موسيقى درسنا اليوم هو نص وظيفي في الوحدة الثامنة وحدة التغذية ورحالات الأصفار مكون القراءة بعنوان رحلة إلى المغربي الأقصى في الوحدة الثامنة الهدف منه هو التمكن من رصيد معرفي في الصحة والرياضة والقدرة على قراءة نص وقيمه وتحليله أول شيء لاحظوا معي الصورة وماذا تبين لكم؟ إذن الصورة الأعلى ماذا تلاحظوا في الصورة؟ نعم أنت تفضلي نعم أنت نعم جيد إذن الصورة هي لمدينة مغربية في شمال المغرب نعم هي مدينة مغربية في شمال المغرب إذن الآن سنمشي الكتاب المدرسي لقراءة النص قراءة صامتة مدينة مطلوب من كل قراءة صامتة للنص نعم الآن سوف نمر إلى القراءة القراءة الفردية سوف أبدأ أنا بقراءة النص ثم ذلك يقرأ بعض تلاميذ النص رحلة إلى المغرب الأقصى في اليوم التاسع من شهر مايو سنة 1939 أو ألف ميلادية ركبنا الباخرة الصغيرة التي تبحر يوميا إلى سبتة ومنها فبلغنا بعد ساعة ونصف الشاطئ الإفريقي فخفي عنا الساحل الإسباني المقابل له وأول ما يستوقف النظر ولا يؤنس في شاطئ إفريقيا تلك القمم الحادة لجباله الجرداء الموحشة ولكنها تنخفض في المكان الذي هو قبالة جبل طارق وتلين حروفها وتخضر منحداراتها فتتكون منها أرجوحة لمدينة سبتة وعندما دنونا من الرصيف أشار السينيور أراغون إلى الناس المجتمعين هناك وقد جاءوا يلاقون الباخرة وقال باللسان العربي الفصيح هذه هي الجالية اللبنانية في تطوانا جاءت ترحي بكم الشاطئ الأقصى للمغرب الأقصى يبرز برأس ضخم من البر عرضه من سبتة إلى سبارتيل نحو خمسين كيلومترا وطوله من كلا الجانبين الغربي والشرقي نحو أربعين من الكيلومترات فتكون المدن الثلاث طنجة وتطوان وأصيلة في مربع من الأرض وهو شبه جزيرة هذا هو الشاطئ الشمالي وقد أكل البحر منه عشرة آلاف كيلومتر مربع فبعدت إفريقيا من أوروبا بعد أن حاولت أن تعانقها عند مضيق جبل طارق لقد اتفق أن وصلنا إلى تطوان في اليوم الثاني من عيد المولد النبوي وهذه الجموع من أتقياء المسلمين في الأثواب الناصع بياضها خرجت من المدينة للاحتفال بالعيد في المروج والبساتين جئت المغرب وفي الذهن صور لمدنه وقراه لا تختلف عما كنت أشاهده في اليمن وفي نجد فلما أطللت على تطوان المشرفة على وادي مارتيل ونهره عرتني دهشة صرور وإعجاب هي مدينة كبيرة مدينة عامرة مدينة مغربية تلبس بيوتها البرانس البيضاء مثل أهلها إذن الآن بعد قراءتي سوف يقرأ بعض تلاميذ النص نعم اقرأي نعم اقرأي النص جيدا نعم جيد لاحظ معي لابد في قراءة من أن تراعي علامات ترقيم علامات ترقيم نقاط نقاط القول أو نقاط نهائية أو الفواصل وكذلك مخارج الحرف أنت نعم اقرأ جيد نعم نعم يكفي يكفي أنت نعم من يصح له نعم جيد نعم جيد نعم أنت قراءة رائع نعم جيد نعم جيد إذا الآن سوف نمر إلى شرح بعض الكلمات الصعبة داخل النص كلمة بلغنا ما مراضي في كلمة بلغنا نعم أنت زيان أنت لا من يصح له نعم أنت نعم صحيح نعم بلغنا تعني وصلنا وأدركنا نعم بلغنا إلى مكان معين يعني وصلنا إلى هذا المكان نعم كلمة أخرى في النص ذكرت في النص كلمة جرداء جرداء نعم من يشرح لي أو يعطني مراضي في كلمة جرداء أنت نعم جيد أنت نعم جرداء مؤنتها أجرد تعني ملساء ملساء كلمة ثالثة ذكرت في النص كلمة الجالية الجالية من يصرح لي أو يعطني مفرد مراضي في عفو كلمة الجالية نعم صحيح الجالية الجالية صحيح هي كلمة تعني أجانب يستوطنون بلد غير بلدهم الذين يعني أن الناس الذين يسكنون أو يقطنون في بلد غير بلدهم نسميهم جالية جالية كلمة أخرى ذكرت في النص سبارتال سبارتال نعم ما مرض الكلمة سبارتال لا نعم أنت لا خطأ خطأ نعم سبارتال سبارتال هي أرض يابسة في البحر كاللسان يعني واحد المكان أو هي أرض يابسة بر يعني تدخل في البحر على شكل لسان نسميها سبارتال إذن ثم كلمة عرتني عرتني شكراً لديه من يجيب لأحد نعم كلمة عرتني تعني ألمت بي وأصابتني ألمت بي وأصابتني جيد الآن نمر إلى بقى كلمة أخرى كلمة البارانيس ذكرت في النص كلمة البارانيس هي جمع لكلمة بورنوس البورنوس نعم لا أحد البارانيس أو البورنوس هو لباس مغربي هو اللباس المغربي هو السلهام كنقوله السلهام السلهام العربية البورنوس جمعها بارانيس مزيان إذن النص هو للكاتب ريحاني هو من شعراء المهجر من شعراء العرب الذين هاجروا إلى أمريكا ويسمون بشعراء المهجر نمر الآن إلى أسئلة الفهم والتحليل السؤال الأول أذكر تاريخ الرحلة أذكر تاريخ الرحلة نعم تفضل جيد نعم الجواب اليوم تاريخ الرحلة هو يوم التاسع من شهر مايو تسعة وثلاثون تسعمائة وألف ألف وتسعمائة وتسعة وتلاتون سؤال سؤال الثاني إلى أين صفر الكاتب إلى أين صفر الكاتب أنت نعم الجواب صفر إلى مدينة سبتة صفر إلى مدينة سبتة سؤال التالي كم استغرقت الرحلة من الوقت كم استغرقت الرحلة من الوقت أنت جيد جيد استغرقت الرحلة ساعة ونصف من الوقت سؤال الرابع أذكر أسماء المدن المغربية التي تحدث عنها الكاتب نعم أنت نعم أنت صحيح صحيح جيد الجواب المدن المغربية التي تحدث عنها الكاتب في النص هي سبتة طنجة تطوان وأصيلة هذه مجموعة من المدن المغربية التي تحدث عنها ملاحظة فقط مدينة سبتة هي من المدن المغربية المحتلة من طرف إسبان لحد الآن والمدن الأخرى هي مدن طنجة تطوان وأصيلة هي مجموعة من المدن المتوجدة في شمال المغرب سؤال خامس ما هي المدينة التي أدهشت الكاتب ولماذا؟ نعم جيد أنت صحيح المدينة التي أدهشت الكاتب هي مدينة تطوان لماذا؟ لأنها مدينة كبيرة وعامرة تلبس بويوتها البرانس البيضاء مثل أهلها مزيان الآن نمشي الأسئلة للفهم السؤال الأول من الذي لم يرق الكاتب في رحلته؟ من الذي أو من الذي عفوان الذي لم يرق الكاتب في رحلته؟ نعم أنت؟ مزيان جيد أنت؟ نعم الذي لم يرق الكاتب في رحلته هي القمم الجرداء الموحيشة التي لاحظها بعد وصوله إلى المغرب سؤال تاني من هو السينيور أراجون وما جنسيته؟ من هو السينيور أراجون وما جنسيته؟ لا أحد؟ نعم كلمة أو السينيور أراجون هو ربان الباخرة الصغيرة هو ربان الباخرة الصغيرة جنسيته إسبانية يظهر ذلك من خلال اسمه أو من خلال كلمة السينيور هي كلمة إسبانية لذلك فهو جنسية إسبانية من خلال كلمة السينيور نعم نمشي تعريف ديال الكلمات التالية أنا أعطيكم بعض الكلمات أنتم غيرتجيبوش المعنى ديالهم أو التعريف ديالهم معنى كلمة شبه جزيرة شبه الجزيرة كلمة شبه جزيرة على ما يطلق هذا الإسم؟ نعم أنت؟ صحيح نعم أنت؟ نعم شبه الجزيرة هي يابسة هي يابسة يعني بر أرض محاطة بالماء من ثلاث جهات يعني أنه هو يابسة أو أرض بر محاطة بالماء من ثلاث جهات يعني غير جهة واحدة اللي ما فيهاش الماء تسمى هذه بشبه جزيرة على من نطلقوا كلمة الشاطئ الأقصى؟ الشاطئ الأقصى نعم صحيح الشاطئ هو جانب جانب البحر صحيح؟ نعم الأقصى هو مكان البعيد الشاطئ الأقصى هو اليابسة الموجودة في طرف البحر أو في طرف البحر في أبعد مكان الأقصى يعني الأبعد مزيان نمر الآن إلى القراءة والتعبير سؤال أول ما السبيل إلى إتقان اللغة العربية نطقا في نظرك؟ يعني ما شي من خلال النص في نظرك أنت؟ ما السبيل إلى إتقان اللغة العربية نطقا في نظرك؟ نعم أنت؟ نعم أنت؟ نعم أنت؟ أنت؟ نعم إذن السبيل إلى إتقان اللغة العربية في نطق هو التعامل اليومي باللغة العربية إنسان عندما يتعامل يوميا باللغة العربية فهو يصبح يتقن هذه اللغة نطقا ثم كذلك قراءة المؤلفات والقصص باللغة العربية والدليل هو السيد السينيور أراغون هو جنسة إسبانية ولكنه تكلم باللغة العربية الفصحة مع الجالية اللبنانية الموجودة في المغرب إذن أتقن اللغة العربية لتعامله اليومي باللغة العربية وكذلك لأنه يقرأ القصص والمؤلفات والكتب المغربية إذن هذا هو السؤال الآخر كيف اكتسب أراغون اللسان العربي الفصح؟ كنت لاحظ بأن أراغون أو السينيور أراغون تكلم بلغة العربية فصحة مع الجالية اللبنانية التي أتس إلى المغرب الجواب صحيح؟ من أعطني الجواب؟ لماذا؟ كيف اكتسب هذه اللسان العربي فصح؟ نعم أنت؟ نعم صحيح لأنه اعتاد التعامل اليومي باللغة العربية مع الناس اعتاد التعامل اليومي باللغة العربية مع الناس نعم إذن آخر سؤال هو المطلوب منكم التحدث عن مكان صافرت إليه لوحدك أو مع أصدقائك أو مع لائلة والتعبير عن كل ما شهدته في هذا المكان من بنايات من مناظر طبيعية من مآثر ثاريخية من شوارع من طريقة وعادة ناس مثلا مثلا ذهبت إلى مدينة مراكش وتكتب أو استحدث عن الأشياء التي أطارت انتباك في هذه المدينة المغربية السياحية مثلا بنايتها كيف هي اللون الناس بشكيتميزو المعضة الطبيعية اللي شفتي الحقول ولا البساتين المآثر التاريخية مثلا صومعات الكتوبية مثلا قبور السعديين كل هذه مسائل تتحدث عنها في هذا في هذا الجزء في هذا الخاص من النص مطلوب منك كما قلت هو تحكي لنا على هذه المدينة بكل الجوانب ديالها ثم سؤال آخر في المنزل ستأخذ خارطة المغرب ستحاول تحدد الموقع المجموعة ديال المدن المغربية وتعرف المكان اللي هي متواجدة فيه مثلا مثلا اين توجد مدينة مدينة فاس مدينة أقادير مدينة طانطان مدينة القويرة مدينة طنجة مدينة وجدة المكان اللي كترجوش في الشرق وش في الجنوب وش في الغرب وش في جانب البحر وش بعيدة على البحر وش جنب لموحيط أطلسي بش تمكن من معرفة موقع المدن أو جميع أو معظم المدن المغربية المعروفة والمشهورة إذن شكرا على تتبعيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته